اشتركوا في القناة عبر كافة ولايات الوطن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للجمهورية لفترة تمتد لخمس سنوات ثلاثة مترشحين ثلاثة برامج المترشحون باتل جميع يعرفهم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش المترشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسني شريف الأرقام أيضا باتل جميع يعرفها الهيئة الناخبة كما قلت تضم أزيد من 24 مليون ناخب بنسبة 47% من نساء 53% من الرجال أما نسبة المسجلين الذين تقلوا أعمارهم عن 40 سنة فتبلغ 36% سوف نفتح نقاش حول الساعة الأخيرة من هذا الموعد الانتخابي قبل بدايته ونقرأ أيضا في أفاق أو نستشرف نسبة المشاركة التي تمثل بالنسبة إلى المترشحين بالنسبة إلى رأي العام المراقبين سواء في الداخل أو الخارج معيارا أساسيا للحكم على هذه الانتخابات واختبارا حقيقيا بالنسبة للمشاركين فيها أو الذين يقطعونها فسوف نتحدث عن كل هذا نرحب بضيوف الأستاذ أحمد خليفة البرلماني السابق الخبير الاقتصادي سيد خليفة مرحبا بيك شكرا سيقا دعا لهذه الدعمة نرحب أيضا بالدكتور لزهر ماروك الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أستاذ ماروك مرحبا بيك أهل وسهل بك أخي قادة وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة شرق نيوز مرحبا بيك ولأول مرة معنا في الرئيس هذا المساء الأستاذ ميهوب قجيل الأمين العام لمنتدى النخبة والكفاءات الوطنية أستاذ قجيل مرحبا بيك شكرا على الاستضافة أهلا بالمدعوين يعطيكم الصحة اللي رأكم معنا هاد المساء البارح طبعا مكنش كاين الرئيس لأنه كان كاين مباراة كرة القدم المنتخب الجزائري والحمد لله اختفينا وبنتجة إيجابية يعني ربحنا إن شاء الله تنتقل الأفراح الفعل الكراوي الرياضي إلى الفعل السياسي الانتخابي طيب دكتور ماروك لو بدأت معك نسبة المشاركة هل تحددها فقط أجواء الحملة الانتخابية ومستوى الخطعب الذي كان سائدا فيها ما أنه هناك معايير أخرى لا هو في الحقيقة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تتحكم فيها العديد من المتغيرات أولا المتغير الأول وهو طبيعة المترشحين في هذه الانتخابات فهذه الانتخابات ترشحت فيها ثلاث شخصيات من أقطاب يمثل الحياة السياسية في الجزائر الخارطة السياسية في الجزائر ممثلة في هؤلاء المترشحين الثلاث إذا نظرنا إلى سيد مترشح الحر سيد عدمجي التبون يمثل القطب الوطني سيد حساني يمثل القطب الإسلامي والسيد أوشيش يمثل القطب الديمقراطي فأعتقد أن هؤلاء المترشحين الثلاث يمثلون الخارطة السياسية للجزائر الأحزاب في الجزائر وهي طيارات قوية ومؤثرة وحاضرة بقوة منذ استقلال الجزائر إذا نظرنا إلى الأحزاب التي سندت الرئيس المترشح الحر عدمجي التبون نهجب التحرير حزب تاريخي ومهم وموجود في الساحة السياسية منذ الاستقلال ثم حزب الأفافاس أيضا منذ الاستقلال ثم الطيار الإسلامي كان عبارة عن نواد ثم تحول إلى حزب في سنوات في سعينات إلى غير الآن فبالتالي أعتقد المترشحين يمثلون الطبقة السياسية كأقطاب مهمة ومؤثرة هذا عام الأول بمعنى أن المترشحين يعكسون ما هو تقريبا يعني كل حساسيات الموجودة في الطبقة السياسية بطبع الحال كل تقطب له أحزاب وله تقترب منه أو تبتعد عنه النقطة الثانية وهو أن الحبلة الانتخابية يعني كانت حبلة مميزة وقوية ومؤثرة سواء تعلق الأمر بمضمون خطابات بالنشاطات المكثفة ولاحظنا يعني أن كل مترشحين صالوا وجلوا كل أنحاء الوطن يعني حتى تقاطعوا في بعض الولايات وتقاطعوا في بعض كذا وكانت يعني بمثابة حملة مكثفة وبلغت مستوى من الكثافة أنها يعني وصلت إلى بلديات إلى دوائر إلى ولايات إلى جنوب العمي إلى أقصى نقطة في الحدود بمعنى أن كل التراب الوطني كانت النشاطات الحملة قد غطتها جميعا النقطة الأخرى أن الحملة أيضا تحكمت فيها ضوابط قانونية لم يكن هناك خطاب كراهية لم يكن هناك استقطاب سلبي لم يكن هناك طعل لم يكن هناك هذا يعني لاحظنا اختلافات لاحظنا كنافس بالخطاب كل واحد يعني قدم رؤيته لكن دون المساس بالطعم في المطارشة الآخر فبالتالي الضوابط القانونية للحملة التي لص عليها قانون وعضو الانتخابات حضرت بقوة في هذه الحملة النقطة الأخرى القوية أيضا في هذه الحملة وهي الوعود حجم الوعود هناك وعود كبيرة جدا قدمت من قبل المطارشحين الثلاث وهذه الوعود ركزت في مجملها تقريبا لما لاحظت من خطابات السادة المطارشحين وضعت المواطن في قلب هذه الوعود هي وعود اقتصادية اجتماعية بالدرجة الأولى يعني القدرة الشرعية السكن الماء العمل الاقتصاد فبالتالي الجانب الاقتصادي الجانب المائيشي الذي هم المواطن في حياته اليومية حضر بقوة في هذه الحملات إلى الجانب طبعا القضايا الأملية السياسية الدولية إلى غيرها كانت حاضرة في كل مناسبات ولكن المواطن كان حاضر بقوة من حيث هذه الوعود وهي وعود تتسلث مجملها بكثير من الواقعية وبكثير من المصدقية لأنها يعني جاءت في مدرسنا من خلال البرامج لاحظنا أن الخبراء الذين كتبوا برامج المترشحين اتسمت هذه البرامج بسمة كبيرة من الواقعية وخاصة حينما يتعرق الأمر بأنك تقدم وعود للطبقة الناخبة كذلك لاحظنا في هذه الحملات الانتخابية الانتخابات فيه نوع نوع من إجماع من قبل المترشحين وهو أن هذه الانتخابات ليست انتخاب فقط رئيس الحد الأدنى وانتخاب رئيس الجزائرية لكن الحد الأقصى لهذا الانتخاب ما هو؟ هو حماية الدولة الوطنية ولاحظنا أن هذا الخطاب تكرر في جميع لقاءات أو في جميع التجمعات التي نشطها المترشحين يعني أنت تقنع الناخب يا أخي راهي مش مسألة رئيس راهي مسألة الدولة عليك أن تنتبه إلى أن الدولة الوطنية بحاجة إليك وإلى صوتك وصوت على من تشاء وكيف ماذا شاء لكن لابد من المشارفة بالتالي خطاب حماية الدولة الوطنية من خطر التهديدات المحيطة بها وهي تهديدات فعلية وقائمة وليس من باب التخويف هناك بعض يقول كالتخويف أنت اللي تخاف أنت اللي تخاف حينما نخافوش حينما نقول حقائق نحن نتابع ونقول حقائق الجزائر محاطة بحزاب من جهنم من أزمات من أزمات كيف تخوف؟ ما معنى تخوف؟ هذه كلمة التخويف هذه رهي يعني وكأنك تدفع الناس للانتخابات بيتخفي أبدا تدفع الناس بالإقناع ولكن تقلحهم أن الدولة الجزائرية أصبحت محل مخططات جهنمية آثمة تستهدفها في وحدتها الطرابية في سيادتها وفي جيشها في جيشها الوطني الذي وحام حما البلاد وكذلك في النسيج الوحدة للشعب الجزائري فأعتقد أن هذه العوام لعب الدور كذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاحظنا في هذه الحملة يعني كثافة كبيرة شدا في استخدام التواصل الاجتماعي بدرجة أن كل مرشح أصبح له جيش من تقنيين وخبراء ولاحظنا أن دخلنا إلى الصفحات الرسمية وجدنا يعني مادة إعلامية مكثفة الخطابات والفيديوهات كلها يعتبعنها حتى تستطيع أن تراب تقف على عمق هذه الخطابات فبالتالي أعتقد أن هذه كلها معطيات يعني كلها معطيات لعب الدور كبير لعب الدور كبير في إقناع الناخب أن الانتخابات ليست فقط لانتخاب الرئيس صحيح انتخاب الرئيس ولكن لحماية الدولة الوطنية وكذلك الناخب سيذهب من أجل تحقيق هذه الوعود التي سمعتها كل نقطة مما ذكرته يحتاج إلى نقاش بمفرده سوف نحاول حسب الوقت أن نوزحها وكل واحد يتراي فيها بسحكين وصف أعطي للحملة الانتخابية لا أدري هل هو وصف سينعكس سلبا أم إيجابا على نسبة الرصويت وهنا السؤال للاستد ميهبه جيل عندما توصف الحملة الانتخابية بأنها كانت هادئة وخالية من التراشق اللفظي والإعلامي هنا يعني الورق هي حاجة مليحة إيجابية لأنه حتى واحد ما يبغي يكون كان خطاب كراهية ولا تنابس بالأفر المفردات والألقاب ولا بالصح في نفس الوقت هل كانت حملة من الحماسة بما يثير فعل المشاركة لدى الناخب يعني يحرد المواطن على الذهاب غدا إلى صندوق الاقتراع بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع انتخابات هذه المرة كانت مميزة تختلف عن سابقتها من حيث البرامج من حيث الأشخاص ومن حيث المساندين أيضا والأول مرة يظهر التنافس الشريف وكذلك السير في الحملات الانتخابية بطريقة مدروسة وبمستشارين ومختصين أيضا بقي الآن بالنسبة للواقع هل يمكن أن تؤثر على الحملة الانتخابية نحن نعتقد بأن المصار الذي صارت فيه هذه الحملة الانتخابية لم يتم أن شاهدناها من قبل سواء من حيث البرامج سواء من حيث الوسائل التي استعملت وسواء من حيث الأشخاص الذين رافقوا هذه الحملات أيضا صحيح أن الشعب في مجمله قد نقول بأنه استقال عن ما من العمل السياسي ولكنه في اللحظة الحاسمة قد ينتفض ليشارك بقوة لأن هذا العمل مصيري وانتخاب رئيس الجمهورية هو منصب ليسا فقط كما قال سيد الدكتور منصب رئيس الجمهورية ولكن تحتاج البلاد كلها إلى أن نقف جميعا من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي إذن بالنسبة للعملية التي سارت فيها الحملة الانتخابية أظن أنه لقد عملت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا أكبر مما عملت في الوسائل التقليدية الأخرى وأظن أيضا أن الناس الذين اقتنعوا بمصارات معينة بالنسبة للمطرشحين الثلاثة الذين يغطون تقريبا كل الفكر السياسي في الجزائر ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نجعل كل قط من هذه الأقطاب الثلاثة للمرشحين يمثلوا جزءا مختلفا عن الآخر يعني يتقطعون جميعا لأننا نحن في الجزائر نستطيع أن نقول بأن التقاطعات هؤلاء المرشحين الثلاثة تقاطعات كبيرة بحيث أنه نقدر نقول بأنه في النهاية يكونون قطبا واحدا ولكن لا يوجد أي عذر آخر للذين يقولون بأن العملية محسومة وأن الاتجاه واضح وأن السير فقط من أجل المشاركة لأن هذه الاتجاهات الثلاثة نستطيع أن نجد فيها كل شخص نفسهم إذن العملية أعتقد أن المشاركة ستكون قوية وأن الشعب سيتجه بقوة غدا إن شاء الله إلى مراكز الاقتراع ليعبر بكل صدق وبكل شفافية وبكل روح مسؤولة عن المرشح الذي يراه ليقود الجزائر في المرحلة بعد غدا إن شاء الله طيب سيد خليفة ما رأيك فيما أثرنا حول المشاركة وما الذي يؤثر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية لك الأخذة والطيوف والمشاهد الكريم أما بعد شوف الانتخابات نحن مقبلين نحن مقبلين غدا إن شاء الله يعني عملية الانتخاب والمواطن يذهب للانتخاب وكما قال أخ ماروك عملية هذه العملية تأثر فيها كثير من النقاط كثير من النقاط فيها نقاط إيجابية كثيرة وفيها نقاط ممكن ما تخدمش اليوم بتاع الانتخاب أول حاجة أن الثلاث مترشحين رام ثلاث مدارس سياسية ثلاث مدارس سياسية بتوجهات مختلفة عندهم تقاطع في ثوابت هذه الأمة فقط عندهم تقاطع في الثوابت الثوابت اللي غبر عليها الأمور الوطنية الثابتة ما يختلفوش فيها للثلاث مترشحين أما ما باقي الثوابت عندهم اختلافات واختلافات تصل بعض الأحيان إلى تصل إلى مسافات بعيدة يعني واحد في الشرق واحد في الغرب يعني من خلال الطرح وبالتالي هنا لما نقول الطرح مختلف في هذه المدارس يخلي دائرة التقطير تكبر لأن دائرة التقطير كيف تكبر لما تكون طرح واحد في توجه واحد قد تحكم الدائرة مجموعة من المواطنين أو فئة من المواطنين ولكن لما تكون الدائرة المدارس هذه كبيرة الدوائر التاحة الدائرة التي تقدر تأطر بها المواطن لما صبش روحوا مثلا في تيار وطني قد يسيب روحوه في تيار إسلامي اللي ما صابش روحوه في تيار الإسلامي قد يسيب روحوه في الإطار الديمقراطي وبالتالي هذه المدرسة الثلاثة المعروفة والقديمة بالجزائر يعني عندها جذورها وعندها مدعميها وعندها مناظلين ونقول لك مناظلين مناظلين حقيقيين لما تكلم لليوم نتكلم للأحزاب الكبيرة نتكلم لك على جبهة التحرير جبهة التحرير يعني ما وش اليوم نجو نتكلم على جبهة التحرير رغم كل العواصف بقية رغم كل العواصف تبقى جبهة التحرير مليئة بالكوادر ومليئة بالإطارات وبالأساتذة وما بايدك كذلك المدرسة إذا قلنا الففس 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 انضباط كبير داخل الففس وناس مناضلين وقانعين بالأفكار ويمشوا ويديروا ذلك النظال النقي يعني النظال ومثابتين على المبادئ التحرير وماشيين كذلك المدرسة حمس اللي هي أتباع نبغول أن أكره أتباع المحفوظ نحن حربي يرحمه كذلك يعني تصيبهم من ضابطين ومقطرين المناظلين التحرير وديرهم تكبيناتهم وبالتالي الدائرة الكبيرة في تأطير المواطنين رهي متوفرة لا بغي تميل على المناكين تبغي تميل على الإسراكين تبغي تقعد في الوسط كين إذن الدائرة كبيرة هذه واحدة ولكن ولكن نتحدث عن المناظلين وليس عن المواطنين هنا لنجعلوا ملاحظات صحيح أنه ممكن تستهدف جمهورا أوسع فتجلب من المواطنين ما قد يختار الفكرة الإسلامية الفكرة الديمقراطية الفكرة الوطنية هذا إن اتضح الاختلاف في الحملة الانتخابية ولكن الذي تتكلم عن سيد خليفة هو فئة تناظل داخل طيارات معينة وأصواتها بصورة تقليدية ستذهب إلى المرشح الذي يعبر عنها تقليدية صحيح نزيد للحاجة سيقادة لا نهضو على طيارة معينة أنا معاك المناظلين هنا ولكن لا تنساش باللي هذا المترشحين خرجوا لي عامة الناس ومشوا في الشوارع وداروا تجمعات قلت تقول لي التجمعات في القاعات ممكن يجوا المناظلين بس صح لما تمشي في الشارع صحيح تصيب الإنسان الخضار تصيب السودر تصيب البلومبي تصيب اللي معه بطال تصيب كذا تصيب اللي موش مأطل اللي ما عندوش انتماء سياسي ولا إنتماء قوة صامتة قوة صامتة القوة صامتة لعمره منخرط فيه ودير حاجة ودير حاجة ودير حاجة كي ننسب بالك ما تعرفهاش نحن رأنا مناظلين ومناظلين القدم أنا نقول لك على حاجة ودرت حماليات انتخابية وتصادمت معه واقع كين مرات لما تروح المواطنين وتقولوا وش من انتماء يقول لك ما عندو حتى انتماء لما يبدأ يتكلم لك في الأفكار ويتكمل لك في الطرح تشوف اللي هذا الإنسان قادر يكون رئيس حزب وهو ما عندو حزب وتصيبوا يعني المواطنين رهم عندهم مسويات ضيف إلى ذلك أن المواطن رهم يدعو مبآلة التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي زاد في مستوى زاد في مستوى الأفراد وزاد في مستوى الوعي وزاد في مستوى التفكير وزاد حتى في مستوى في بعض الأحيان اللي يستغلوه في الاتجاه الإيجابي زاد في مستوى التربية والأخلاق وكذا وبالتالي قلت لك هذه المدارس الثلاثة بالكيفية اللي يندرج بها الحملة قدروا يكبروا دائرة الاحتواء الشعبي الاحتواء الشعبي للفعل السياسي للفعل السياسي هذي وعدها اه الامر الثاني الامر الثاني الامر الثاني هو هو قضية اختيار قضية لما لما المواطن تعطيله ثلاث اطروحات ثلاث اطروحات على الاقل رك عاطيله سؤال للجواب عنه يوم سبعة يش قول تبريباري قال يوم سبعة الجواب تاك ممكن يقولك انا راني معاك ولما مع الاخر ولكن اليوم سمعة يجاوبك بالورقة وبالتالي انا نظن في اعتقادي البسيط على كلين انا نظن باللي نسبة المشاركة نسبة المشاركة للاخرى دا قد تكون مرتفعة قد يقولوا بعض الناس لانا نقولك على حاجة تكلمت في حصة اللي مضعت الاخرى دا وقلت حرية للمقاطعين ايه ما عليش حرية للمقاطعين بس انا نضرح سؤال انا نضرح سؤال كين معارض ومقاطع كما جبهة القوان الاشتراكية الافافاس اللي رهم اثنين وستين حزب حزب في المعارضة اللي اليوم بعد الدراسة وبعد كذا داخل الصوفو في التوحم اقتانعوا بالذهب الى الرئاسيات والتنافس على كرسي الرئاسة وبالتالي قال لك والفهم يفهم اذا كانت الافافاس بحجم الافافاس وبالاقدمية وبالمناظلين التوحى وبكذا وتاريخه 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 وزعيمه زعيمه لي احد رمز رمز وطني ومشترك لما هذا الامور نشوفها نشوفه باللي الناس اللي دير راي تقول المقاطعة قال اودي اقعد في حجمك لان اكبر الاحجام في المعارضة راي داخلها للساحة سوف يدير الضربة ضربة القضية كما قال ماروك كما قال ماروك كلمة يعني القضية مصلحة وطنية جاوزنا كرسي الرئاسة مسبات السياسية الضيقة الضيقة يعني مدام كبير المقاطعين قد شارتها كبير القوف المقاطعي كيف انت تجي اليوم تخرج لي درت يومين ولا عشر ايام تأسياسة ولا عام ولا عامين ولا عشر سنين اجي قال انا انا مقاطع انا دائما اريد ان افرد ما درست المقاطعة وما بين المقاطعة المقاطعة قناعة سياسية العزوف العزوف يجب ان يدرس تفضل سي ماروك الحواب افتوح انا مدبيا نفهم الناس اذا وصلنا فعلا الى مرحلة النج والفرز الاديولوجي الذي يجعل الامر ينقسم الى ثلاثة مدارس يعني هل هذا مرشح طيار وطني حقا هل هذا مرشح طيار ديمقراطي حقا هل هذا مرشح طيار اسلامي حقا لان هؤلاء الثلاثة لا يستعملون هذه الاوصاف عن انفسهم يعني تعرف المرشح الحر هو يقول انا امضيت ستين عاما في خدمة الدولة والمواطن المرشح الافافاس يتحدث عن تاريكة ديمقراطية ولكن لا يقول انه ديمقراطي الوحيد الاسلامي يقول لك الوسطية والاعتدال يعني ليست هناك مسميات تغيرت شوية نعم هي تسميات سياسية ولو ان هناك ترتيب الاولويات طيار وطني يرتب الدولة والجزائر برمزية الدولة والجزائر في الترتيب الاول مع الديمقراطية والقيم منها غير ذلك الطيار الديمقراطي في الاولويات يرتب الديمقراطية هي بمثابة صمام الامان للدولة الطيار الاسلامي يرتب القيم الاسلامية كترتيب الاول كأنها هي الروح الدولة هي مجرد اولويات فقط لكن يبقى هذه الطيارات تتقاسم في الكثير من الاشياء تتقاطع تختلف تتذاقض مش طبيعي ولكنها تتقاسم في مرحلة من المرحل كانت تتصرح حول مشروع مجتمع مجتمع صحيح يعني كل فريق له مشروع مجتمع معين هما من الحل اولويات في هذه المرحلة غير ما تروح لما تقول طيار ديمقراطي يقول لك ديمقراطية هي النولة للحفاظ على الدولة لما تقول الطيار الديمقراطي يقول لك يا اخي انتظر الدولة ثم نأتي الى الديمقراطية لما تقول الطيار الاسلامي يقول لك الدين ببعده الروحي والحضاري هو صمام الامل ليهي القيم الدينية قيم اسلامي وبالتالي هي مجرد ترتيب اولويات لكن يبقى ان هذه الطيارات الان اصبحت لهذه الانتخابات رأينا ان الان الخارطة السياسية في السنوات القادمة تتشكل من هذه اسميتها بالاقطاب السياسية الثلاثة الان ما هو مميز في هذه الانتخابات الرئاسية وهو ان هناك قواسم مشتركة يعني بين هذه الابطاب ويعني حتى في دوافع المشاركة ليس فقط في الحمل الانتخابي في دوافع المشاركة وهو اننا نعيش تحديات خطيرة من موسى على حدودنا اقتصادنا طموحاتنا هناك قوى تريد ان لا تلعب الجزائر دور نهائيا هناك قوى تريد ان تعزل الجزائر نهائيا هناك قوى تريد ان تضرب الشعب بالجيش والجيش بالشعب هناك قوى تريد ان تكسر الوحدة الشعب مع الجيش هناك من يدي زرع الفوضى العرقية والعنصرية في المشترك فبالتالي هناك مخططات اذا هذه القوى السياسية التي تمثل الخارطة السياسية في الجزائر اصبحت على قناعة ان هناك مخاطر تهدد وجود هناك دولة فبالتالي الانتخابات والمشاركة فيها الانتخابات هو ليس فقط انتخاب الرئيس ولكن ارسال رسالة الى الضوائر المعنية بصنع القرار الدولي والضوائر المتربسة ان الشعب الجزائري بالمؤيد والمعارض والمستقل كله يتفق على شيء واحد وهو ضرورة حماية ماذا الدولة الوطنية الآن بخصوص العزوف اخي قدر العزوف عندك طبقة فئة من الهيئة الناخبة يعني عزفين العمل السياسي لا يشاركون مو من يهتمش بالسياسة لا يهتم بالسياسة ولا ينتخبت يعني دلوا الف الحملة ما هو هكذا لا يعني فئة بسيطة لا يشاركش يعني طبيعي لا علاقة بالسياسة يقولك انا اخي ما هذه فئة موجودة في المجتمع مو ضد واحد مو بلا واحد ما عنداش ما بل بطاقة لا عندوش بطاقة الناخر خير مسيس ويكره السياسة ممكن يحبش اخر لكن يقول سيحي اخي اخي انا من وهو لا يشارك ولكن لا يديرش حملة للمقاطعة لكي هناك مقاطعة لمقاطعة سياسية احزاب قناعات قناعات ولكن ايضا احزاب مخرمت يعني حاولت ان تشارك ولم تستطيع ان تتوفر على الشروط المشاركة فبالتالي ذهبت الى استخدام خطاب المقاطعة والورقة بيضاء وهذه ايضا فئة يعني فئة موجودة هذاك موقف سياسي يدعو الى الاستغراب واحد كان باغى يترشح في الانتخابات بنفس الدور ونفس الشروط لما مجموع استمارت يدعو الى التصويت بالورقة البيضاء مبدئيا يعني انا نعرف في كل الديمقراطيات في العالم يروح يشوف البرنامج الاقرب له حتى يؤيدوه بطبيعة الحال بس صح باش ينتقل من النقيد الى النقيد واحزاب مجموع في الانتخابات واحزاب نظر يعني العقل السياسي لا يستوعي بالعالم التعبير الشعبية لا توقيع بس في العالم كله لما واحد مايتحصلش على كذا ولا متوفرش في الشروط يروح يشوف البرنامج تاعه والخط السياسي والاديولوجي وما الى ذلك وفلسفته الاقرب لها الاقرب لها ويدعي المناظرين التوعه قال احنا بالنسبة لنا متوفقناش لازم تكون عندك لك الشجاعة الشجاعة اللي بغى يواصل في السياسة لازم تكون عنده الشجاعة انا والله في هذه الانتخابات مقدرش قال لي اخوتنا ان الروحون دعموا المترشح الى اقرب الى برنامج الى برنامج او 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 اذا كنت فعل ديمقراطي حتى ما تصدرش بيان تساند مترشح معين اقرب الى افكار ايديولوجيا تخلي الحرية الملاظرين قال القاعدة القاعدة النضالية الملاظرين انتعي قال يا اخي روحوا احنا مقدرناش ندخلوا ومقدرش نجمعوا لتوقيعات روح اخويا اللي تحب تندخب عليه انتحر يلزمهم لازم يلزمهم كمناظرين ولا تحرم المواطن لا عندوا حزب وعندوا هيئة وعندوا قيادة وعندوا قاعدة صغيرة ولا كبيرة على الاقل انا مقدرش ننوفر الشروط قال الاخوة المناظرين احنا مقدرناش نوفروا ولكن روحوا لسنادق الاقتراع واختاروا ما شئتم من المترشحين هنا ترفض اللوم على نفسك تكبر في اعين الشعب وتخلي المناظرين تعملك احرار يفوطع لللي حبوك ولكن ممكن قواعد حزب ليش بقترع بقارات الرئيس الانسان اه ممكن اصلي لك ان عند قواعد نضالية ياودي ياودي ما خلينا احبير مخطاع لا هو بعد حزب عندها يعني بعد حزب عندها بعد سيميهو اخوة الحوار بفتوح سيميهو ياو لا ياو اخوة حان الوقت حان الوقت بات نحي الخطاع بس كن قولك له لانه هذو اللي بليبوطالوز لا مش نحي الخطاع لا مش نحي الخطاع اه يعني اذو كاسمه وكان كي يقول لك الامور راه يماشية والناس هيتعرفهم هاي كيين معارضة هاي كيين كذا هم داخلين كمدارس ناس هيتعرف نتكلم لك على مدارس تتكلم لي على مدارس تتكلم لي على محفوظ نحناح تتكلم لي على على اي تحديد صحيح تتكلم لي على طيب سيد ميهو بشاركنا تفضل سيميهو بسم الله الرحمن الرحيم ولان اريد ان اتدخل فقط فيما يخص ان هناك اقطاب ثلاثة في الحقيقة هذا المصطلح هو شكلي لان الذين نشطوا الحملة الانتخابية في الحقيقة اسلاميون سواء للمترشح الحر عبد المجيد تبون وسواء لحسان شريف وهما من مدرسة واحدة وبالتالي ان يعني نخلي بان هناك تيار ديمقراطي وطيار وطني ثم طيار اسلامي اعتقد ان الطيارين الوطني والاسلامي يندمجان طيار واحد ربما يختلفان في الوسائل فقط في الفلسفة يختلفان في الوسائل والطرائق العمل ويجب ايضا ان نقول بانه في هذه المرة ربما اول مرة في العملية الانتخابية انه يظهر لنا اطارات كفاء يعني التقف مع المرشح ولكنها يبدو لها النية يبدو عندها النية الحقيقية للفعل السياسي في السابق كان اشخاص معينون مهرجون في هذه المرة ظهر الطياران الاسلاميان اللي هما حمص ببرامج قوية وبحملة انتخابية منظمة وظهر كذلك مع المرشح الحر عبد المجيد تبون ظهر طيار البناء بن جرينا ظهر قويا ايضا بحركة وبنشاط لم يكن معهودا من قبل وبالنسبة للطيار الديمقراطي اعتقد انه قام بدراسة ميدانية هو يعرفها وبذلك شارك الآن هل نحن هنا لمحاكمة الذين لم يصوتوا او لا نحن في الحقيقة لا نحاكم نحن هنا لنقول ماذا قدمنا نحن في هذه الحملة الانتخابية وماذا قمنا بها وما الذي قمنا به كإطارات وكنخب في هذه الحالة استطيع ان اتكلم انا في هذا الموضوع لانه لا نستطيع ان نأتي هنا لنحاكم الناس على ما على ما فعلوا وهم لديهم انصار واتباع في حين نحن ربما معظمنا يمثل نفسه فقط وهو تجنين على الاخرين نحن مثلا في منتد النخبة والكفاءات الوطنية كنا سايرنا العملية الانتخابية وقمنا بنشاطات كثيرة من اجل تحسيس الناس ومن اجل دراسات اكاديمية كان اخرها مثلا ندوت ثلاثة اوت في الوقت الذي كان الناس في الاستجمام كنا نحن في دار الثقافة في قصر الثقافة مع عدم وجود تكييف الاخره واستدعينا عددا من الوزراء والخبراء والاقتصاديين وجاءنا مناظرون والمؤيدون من مختلف ارجاء الوطن جاءوا من غردايا ومن وهران ومن خنشلة ومن تقرد نحن كنا نقوم بعمل كنا قدمنا في هذه في هذه الندوة التي موسومة باسم أولويات العهداء الرئاسية القادمة من منظور النخبة والكفاءات الوطنية قدمنا في الاخير ببيان قدمنا ملخص في ثلاث عشر نقطة لما يجب من الذي تنتظره النخبة من الرئيس القادم من الرئيس القادم بغض النظر عن الرئيس الذي سيظهر يوم سبعة أو ثمانية سبتمبر وقدمنا هذه الورقة إلى مديريات المرشحين الثلاثة مداومة المرشح الحر عبد المجيد تبون ومداومة السيد حسني الشريف ومداومة السيد يوسف أشيش لأننا نعلم أن العزوف الذي نتكلم عنه في كثير من الحالات يجب أن نقرع عن أسبابه أسبابه ليست هي الشعب فقط أسبابه أن النخبة في الحقيقة لم تقوم بدورها كما يجب وأن الأحزاب التقليدية لم تكن تعمل مع الشعب يعني مع الشعب ونقطة أخرى أيضا أن البرامج الاقتصادية التي تحركت في الجزائر خاصة البرامج الاستراتيجية لا يفهمها المواطن البسيط في المواطن البسيط له مشاكله اليومية له مشاكل يعني شراء الأدوات له مشاكل التمدرس إلى آخره وهو لا يفهم في هذه الاستراتيجيات نحن لم نقوم بدورنا كاملا هو لا يفهم ولكنه يعي تحديات ويعي الراهن يعي التحديات ولكنه وينظر إلى السياسة من منظور سعر السردي سعر البطاطة سعر فيقيم الفعل السياسي بناء على هذه المعطيات التي يواجهها يوميا في السوق نعم فالنقل في المدرسة في حياته اليومية لاحظ معي حسنا نقل سيميه بأنه لا يفهم لا لاحظ معي لاحظ معي سيد قدر أنا مثلا أقتنفحي في عدد كبير من الأساتذة والدكاترة والاقتصاديين هؤلاء الأساتذة في الجامعات الاقتصاديون يعني أحيانا نتصامر مع بعض الجيران من ذوي المستويات المحدودة فتجد هذا المختص في الاقتصاد يستمع بطريقة عجيبة إلى ذلك الأمي كيف يتكلم في اقتصاد السوق وكيف يتكلم في تغير يعني في العملة إلى آخره وهو وذلك الأستاذ الجامعي المختص لا يقوم بدوره كاملا في التوعية إذن نحن أيضا لدينا مهمة في الحقيقة لم نقوم بها وعلينا أن ننخرط نحن لا يجب فقط أن نكون في مقدمة المؤيدين للبرامج الانتخابية ولكن لنا فعل يعني بعض النخب أفهم من كلامك يوم كوشين بعض النخب تهرول لإبداء موقف سياسي مع فلان أو ضد علان بالرغم من أن مهمتها الأساسية هي رفع قيمة الوعي للتقليل من حزب العزوف نعم حتى أنه نحن مثلا في منتدى النخبة لا يهمنا من لا يهمنا أن يكون إطاراتنا في يعني في في موقع المسؤولية بقدر ما تهمنا أن تكون أفكارنا في مواقع المسؤولية طيب أفكار كثيرة سوف نعالجها ونعود إليها مع مواضيع أخرى يبقوا معنا فاصل ونعود إلى الرئيس موسيقى 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 مرحبا بكم مجددا إلى الرئيس على المباشر عبر الشرق الإخبارية ورحب أيضا بمن يتابعنا عبر صفحة القناة على الفيسبوك ويتفاعل معنا بالأسئلة والتعليقات وقبل الفاصل كان سيد ميهوب جوشيلي يطرح مسألة خطيرة اللي هي دور النخب في التأثير على الرأي العام هل ما يزال هذا الدور موجودا وحاسما أم أن هناك تغييب وتعطيل له وذكر تجربة المنتدى الذي أنت الأمين العام انتاعه فهنا نحب أن نطرح السؤال سيد خليفة باش نقشو هذه الفكرة اللي أنا أساسية حول النخب هل استقالت ما نش بغي نحاكموها كما كان يقول الأستاذ أيضا ومطروح فكرة هجرة الأدمغة وتهجير الأدمغة وتغييب الكفاءات تقديم الولاءات تغييب العقول في مقابل تقريب البنية عميس والقيم التقليدية القديمة يعني المسألة فيها بزيف نقاش شوف بالنسبة للطبقة المثقفة وللإطارات المثقفة اللي متكونين عندهم مستويات جميعية وما إلى ذلك هي الإشكال إشكالين اثنين وش هو؟ الأولى المبادرة أو يقولك لا يغيروا اللهم ما بيقومين حتى يغيروا ما بيأنفسهم الكفاءة هذا اللي هو شخص الكفاءة ما يبقاش هو كشخص مكتوف الأيدي أو الأخ ضيفك الكريم رهم كونين هيئة أو منظمة أو الجمعية أو الأشتهية هذه مبادرة هذه ما ربعوش يديهم يعني ديروا هذا المبادرة وراهم يمشوا في إطار هذا النظال داخل الوسمو أن الحاجة اللولى أن الإطارات كثير من المثقفين والطبقة المثقفة تسيبوا مكروز إلى إبراه يعني جمع يديه ويقولك أود كذا ينقض من البعيد ولا تولى مما وش مدخل هذه واحدة اثنين السبب الثاني السبب الثاني ممكنك ما يتكلم دائما ماروكي يتكلم عن المناخ المناخ أو البيئة البيئة المحيطة بهذا ولكن هذه البيئة وهذا المناخ من بين الناس اللي غيروها هو ذلك المثقف وذلك الإطار وذلك كذا هو اللي يأثر يأثر بالإيجاب على الضائرة اللي رأيش فيها للأقل في الضائرة أو كما قال الأخ في الحي اللي رأسيكم فيه إذا كان واحد يعني عنده من الإطارات المثقفة وتصيبه يعني يتبع في إنسان ما عنده ما عندهش مستوى كما النورمال ما هذا كي أطر ذاك ما هوش العكس إذن اللولة مبادرة شخصية الثنين عامل البيئة الثلاثة الدور كي نحاجة واحدة أخرى اللي ما ما نقدرش نخبوها الكفاءات الحقيقية كفاءة كفاءة وحقيقية كثير من الأمور يصررون معدل المشاكل في قضية التهميش والإقصاء لطروحاتهم لبدائلهم لكذا يتصيبهم داخل بعض المؤسسات يهمشوهم قال هذا هذا يدي لي بلاسلي هذا كون أخليه يدي لي بلاسلي خطر أخرى وبالتالي تصيب ذاك هذاك الإطار أو هذاك المثقف يتحاول على حلول واحدة أخرى ممكن الهجرة يقول لك أنا حتى نصيب روحي لازم نروح أنا ما نبقاش ما صدش الكادر اللي ننشط فيه وبالتالي كل هذه الأسباب كله زيد حاجة واحدة أخرى نحن اليوم قلت هوا نعاودها دايما نكررها الآن هي قول المجتمع النصبح العلم عندنا في المجتمع ما عندوش هذك القيمة اللي أعطينا أنا نعطيك مثلا في السبعينات في السبعينات السبعينات القرن الماضي ولا الثمانينات ولا كان مو أحد نباشولي ولا و أحد يقرأ في الجامعة ولا كذا تصيب عندو قيمة في الحي تاعه و في الوسم يعني الناس طالتهم الآن قيمة العلم داخل المجتمع هبطت في المنزلة هذي الأسباب خلات المثقف يشوف من بعيد ممكن منهم اللي هاجر ومنهم من ينعزل ومنهم من يكتفي بدائرة صغيرة داخل العائلة الصغيرة تاعهم من فرد العائلة الكبيرة وبالتالي هنا ما يبينش الدور تحهم ولذا أنا نشوف بلي الأخ اللي راح قابض المنظمة هذي هما مشكورين على مثل هذه المنظمات اللي راح ينشطوا وحلوا فضاء للمثقف أنه يبدي برأيه يعطوه أو أعطوه على حسب المقال أولويات سنتحدث على الأولويات على الرئيس القادم والعهد القادم لأنه هذا أخير نشاط وعطى الأولويات وبعثوا رسائل المترشحين وكذا هذه هي المبادرات وهذا هو الإطار اللي ممكن المثقف أو الإطارات الكفأة أنه لكن غير كافي لكن غير كافي غير كافي أه أستاذ ماروك هو في الحقيقة دور النخبة في المجتمع أو في العمل السياسي مرتبط بالدرجة الأولى بمدى تقدير دور هذه النخبة إذا أعطينا قيمة وتثمين واحترام وإنزال هذه النخبة منزلتها الحقيقية هذه النخبة تلعب دورها لأنها نخبة وطنية نحن كنا أبناء شعب كنا أبناء شعب لأن النخبة الجزائرية هل أبناء يعني لا كل أبناء شعب ضريبة يعني نفس الظروف ونفس الوقت وعدنا ضريبة نقدم هذا البلد هذا البلد الذي ضح عليه الملايين من الشهداء بأعظم ثورة وبأغلى ثمن ما يعني نأخذ شهادة شهادة والذي نتكبر على بلادي ولا نتوال لا مستحيل هذا يعني لكن النخبة الآن تحتاج إلى قدر من الاحترام والتقدير وهناك روبي من الجهل والمفسدين الذين يريدون أن يهمشوا دور النخبة على مستويات العمل السياسي النخبة محصورة في الجامعة خليك في الجامعة وغلق عليه في الجامعة وشفنا في سنوات السابقة الفساد السياسي اللي كان صار في البلد كيفاش أن ضكاطرة وباحثين بأسماء مربوقة ولا حزب في أحزاب ما كانهم في القوائم يعني يعني لكيفاش عملية تهميش الممنهجة النخبة الجزائرية نخبة فائلة مؤثرة وطنية تلعب ده لكن لكن هناك بعض من النخبة يعني قيمة الشهادة الجامعية وتطرح مزف أمور وقد تجد من المثقفين من هو انتهازي أكثر من الجهلة وقد تجد في الجاهلين ما هو عنده قناعات أكثر من المثقفين والدكاتيرا أنا ما نشبغي نعمم بساكين وكاين أنا مثل الشعبي شي يقول لك اليوم النخبة عفوا النخبة الآن النخبة الآن تحد تكسير تكسير هذا الحواجز تكسير هذا الحواجز تكسير هذا الحواجز والعمل السياسي الآن فيه في النخبة فئة مش مهتمة بالسياسة ومحايدة تماما مهما تعطيها إغراءات ما يجيش يعني هو متفرغ للفكر والبحث العلمي مش مهتمة بالسياسة بيقول شراء حتى في قضية أبسط قضية وطانية نعم لكن هناك نخبة نسبة كبيرة من النخبة الفكرية والعلمية هي منخارطة في الأحزاب والآن منخارطة في كافة وتنشط بقوة وتنشط ومنخارطة وكذا كذا الآن فيها نخبة متأرجحة تنتظر مستقلة على الأحزاب وعلى العمل السياسي ولكنها تشارك في الانتخابات بحسب المرشح الأقرب إلى قناعتها الإديولوجية والفلسفية لكن النخبة الجزائرية يعني نخبة تلعب دور إذا ما قدرت تعطي إذا ما إذا ما إذا ما أعطي لها تقدير واحترام وما كان في العمل السياسي فهي تشارك بقوة استدميه وتقدم أفكار وتقدم أفكار مميزة صحيح استدميه لأن الحزب لا يوجد عقول لا يوجد نخبة هذا يعتبر حزب فيه نقص كبير صحيح استدميه تفضل في مدد النخبة والكفاءات لا ننتظر تقدير الآخرين إنما ننتزع التقدير نحن نبادر نحن نبادر نحاول نجمع النخبة والكفاءات وخاصة المثقفين والدارسين والاستراتيجيين ونعلمهم في نفس الوقت أن دراساتهم النظرية ليست كافية في المجتمع وأن ذلك المثلث الذي كانوا يتحرقون فيه في الجامعة المطعم الغرفة القسم غير كاف للعمل في النشاط ولا أفشيكم سران إذا قلت لكم بأن النشاطاء في الجامعة سابقا هم النشاطاء الآن في الجمعيات وفي الأحزاب وأن الأوائل في الدراسة ما زالوا إلى الآن ينظرون وليس لهم أي دور في المجتمع ولهذا نحن في منتدى النخبة والكفاءات الوطنية ندرس مثلا الجانب الاقتصادي بعدما نتأكد من التوجه الاقتصادي للبلد نقوم بتشخيص المشاكل الموجودة ثم نعطي حلول ونقدمها إلى الجهات المعنية نحن لا نبقى مكتوفي لأيدي نحن نشارك وفي إطار التدافع الذي رأيه موجود الذي رأيه مسموح به والمساحات التي رأيه موجودة نحن نشارك نحن لا ننتظر من السلطة ومن أي جهة أخرى يعني أن تستدعينا للعمل نحن نبادر نقوم بالعمل فإذا ما احتاجتنا المؤسسات مؤسسات الدولة في وقت من الأوقات نكون وإلا فنحن نعمل هناك نوع من يعني التقدير ليس بمعنى يعني خليني نقول بلك النشاط يجب أيضا أن يكون عليه إضاءة ليس رعاية بمعنى الرعاية ولا هو يمنحك التقدير من باب أنه يريد أن يقدرك ولكن حتى لا تكون صرخة في ويد مهجور يعني تحتاج إلى نوع من العلاقة مع مؤسسات السلطة السلطة لعم لأن التقدير أقصد به الجامعة تقدير أقصد به مش الشكر التقدير أقصد به أن النخبة تأخذ مكانها لاعتراف أنت الآن لما تدير بوبادرة ودير دراسة علمية أنت ما هو الهدف أنها تنفذ أنها تنفذ لا يتسلمها صنع القارة وخلاص لا أنا أعمل أنا أعمل مع المجتمع لا لا أسمح لي الآن تدير بوبادرة الدراسة علمية دقيقة نقائص إيجابيات سلبيات تريد أن تحقق شيئا صح إذن ما هو هدف انتعك هل يتوقف عند إيجازة الدراسة والمبادرة أم أنك تسع إلى تطبيق هذه المبادرة طبعا أنا أحسنت الآن لأنك أنت لما تطبق المبادرة فيها ثمرة وهذه الثمرة هي نتاج فكر النخبة إذن يجب النخبة أن تكون ضمن ضائر صنع القرار فبالتالي سأخذ هذه الدراسة بالاعتبار والسياسات والإستراتيجيات التي ترسم ستأخذ معطيات هذه المبادرة فبالتالي إذا كان النخبة أخذت مكانها من حيث تقدير على مستوى الأحزاب وعلى مستوى المؤسسات فبالتالي تستطيع الآن أن تقول أن النخبة تلعب دورها كامل ولاحظنا الآن مثال في الولايات المتحدة الرئيس الرئيس الأمريكي أين يخطب أين يخطب كم خطاب الرئيس الأمريكي بالجامعة الأمريكية كم كم سي من تقاليد الرئيس الأمريكي يخطب في الجامعة الأمريكية يروح إلى خلف إلى جامعة أو يخطب وفي التالي هذا تقدير الجامعة تقدير للنخبة تقدير الأفكار تقدير البحث العلمي لا شئ يخرج عن نطاق هذا المجمع العلمي والآن العالم كله علم وعقول وبحث فمستحيل أن تمارس السياسة بدون نخبة ومستحيل لحزب سياسي أن يبقى على الساحة بدون نخبة السياسة الفكرة الأساسية هي كلها التي نناقشها هي العزوف الانتخابي وكيف يمكن تقليصه أو حتى التأثير عليه لأننا فرقنا ما بين من يعزف عن المشاركة ومن يقاطع عن قناعة ذاتية أو شخصية أو عن موقف سياسي في نهاية المطاف كما هضرنا على تجديد الخطاب ينبغي أيضا الكلام عن تجديد الوجوه السياسية والطبقة السياسية لأن الطبقة البالية أصبحت تجدد في جلدها والتي تبقي على مناصبها ومنافعها وهنا المواطن يكتشف هذا بسهولة يقولك واش تبدل في البلاد أنا غدوة نروح في فوتك نحس باللي كاين أمور تغيرت أشخاص تبدلوا سياسات اختلفت أنني أصبحت أحس بأنني مواطن وليس رقم إضافي في المجتمع جيبها من الشاب اللي عنده 18 سنة راح يفوطي أول مرة ولا حتى من كبير السن فهذه النقطة اللي نظن تؤثر بشكل مباشر على العزوف من عدمي شوف العزوف عنده أسباب ومن بين الأسباب هذا السبب اللي تتكلم فيه ولكن كينا أمر آخر لما نتكلمه مثلا شوف يقولك شوية ملحنة وشوية مرتاب تليت شوية ملحنة وشوية مرتاب تليت ما نحصلوه شقع فيه لا دا هو هذه هي شوف ملحنة شوية ملحنة وشوية مرتاب تليت لازم تدير انت تدير الحنة لواحد مصو وتقوله ما خرجتش هاي مصو ما احترامت للمصو طبعا نحتاجوهم بزار بأنها يتبني تبني تبني هو لا عنده مصو ما شي جيد لي أو يخلف فيها شوف شوف السيقادة أنا نعطيك واحد المثال نتلمو بالواقع الملموس لما يجو انتخابات تقبل بلدية انتخابات تقبل بلدية كين واحد النغمة واحد السينفوني تنطلق داخل الدائرة تقبل البلدية ايه يقوله دي مثلا الاخ ماروك دكتور هاي يقوله روح ما تتسخش روحك هاي دي بعدها يبعد ماروك ويبعد امثال ماروك يبعد الاخر الاخر اطار وانت وانا وهذاك كل اللي شكل اللي يقدم اللي هاداك اللي قال لهم بعده اه اللي قال لهم بعده هو يقدم اللي ما يعرفش يكتب جملة مفيدة اللي عمره بالاك ما فاتش على اللي يكون ولا حتى فات حبسوه في سنة ثانية ابتدائي ولا ما عندوش مستوى ولا ما وش ما يعني صاب الفرصة الفرصة هذي واحدة هذوك الاطارات وهذوك الكفاءات لما تقولوا ادخل للبلدية يبعد شاي سرا مشكل رؤساء البلديات ما وش عموما يعني العموما نتكلمه ما وش كلهم يقول لك احنا الوالي قال لنا الوالي لما يصيب رئيس البلدية في ادنى المستويات في التفكير وفي الطرح وفيك ذا ايقيد انه يدخل لمصلحة البلد بصح لما يكون رئيس بلدية في مستوى والي واكثر من والي في مستوى الفكري والطرح والتسيير وكذا ومنها الناس تبدأ دايلته مدرسة مدرسة وبالتالي هذا التناقض في الافكار قال اليوم جات رئيس بلدية وقع المثقفين ما كاش اللي يبغي ترشل قلوا بدي يديروا قايمة ملحة من بعد كي تندير البلدية شا يبدوا يديروا قاعدين في مكان يقولوا كيف دي رئيس البلدية هذا عماها عماها بس كنتا ما بغيش نتقدم هذي واحدة من الاسم اذا انا قلت لك شوية من الحنة وشوية من مرتبة تدي لازم الاطار والمثقف انه يدخل داخل الحمام لازم تشمخ تريكو تشمخ المايو تاعك اليك بغي تكون رقم في المعادلة لازم تدخل حتى واحد ما يعرض عليك الدخلة الدخلة مجانية ادخل وحاول انك تغير كما رغم الاخوة داروا اطار او فضاء رغم يحاولوا ويديروا في مبادرات هذه مبادرة جيدة ومليحة للتثمين للتطوير وللتثمين وكذا تتفعل في طوع اللي نبدأ نحط غير مثلا قرارة او لقاءات رسائل ولا نترجم هذه الاسمو نترجمه الى كما قلت انت الى واقع ملموس الى واقع ملموس الى فو ندير السباق ندخل للسباق مع اي انكان ولما تدخل انت السباق بمستويك وبطرحك وبفهمتك وبالتجربة وبالخبرة اكيد انه في الكلاس ما راح تكلاسي خم من اي واحد اخر بالك الخطرة اللولة الخطرة الثانية من الخطرة الثالثة اكيد انه مكانتك تكون محجوزة مع الاوائل انك تقعد اللورة وتبدأ تنقد ولا ترحل تطيها تقول انا نروح للخارج مليح انك تروح للخارج تجيب العلم مليح انك تروح للخارج انك تزيد في الخبرة مليح انك تحتك وتجيب التكنولوجيات ولكن ما تنساش باللي انت جزائري هذه هي ما تنساش باللي انت جزائري انت زيد انت زيد هذا زيد هذه زيد كذا نكونوا كتلة وقوة طرح كبيرة للبلاد هذه اللي فيها كل المقومات تعدولة قوية فيها كل المقومات احنا وش عدنا عدنا الان دايما الناس وش تشكي تشكي يقول لك عملية التسيير سيقادة عملية التسيير وكل شي مفر عملية التسيير التسيير ما هوش هذا التسيير يسيروا ناس اطارات كميرا بيقول لها كفاءات اللي عنده افكار عنده منهجية عنده طرح عنده خبرة عنده انفيزيون انت تجيب لي واحد يعني ما يسير في بلدي كبير عليه الكرسي اللي قاعد عليه هو طاي ترونتويت وطاي اللي كرسي طاي سيكونتسيس يبقى الفراغ بالزيادة شابا يعمروا عملوا بالجورنان وفهمني يغطي قال دير الجورنان باش يجيني كرسي ما يزغج وبالتالي هذا التعمار تاع الكرسي بالكراطة النوقاع يكفينا منها آطوا نعطوا الانسان كل واحد حجمه قال انا راني قاعد في كرسي قدي كاين انا نعطيك مثال انت قلت واحد المثال مليح كاين بعض المؤسسات بلا ما نذكروا الاسم بلا ما نذكروا الاسماوات كاين مؤسسات مدير عام مدير عام راح عندو ما يقارب في 13 سنة 13 سنة مدير عام مدير عام مدير عام اكيد الكلام اللي كونوكو في خدا انه يجي انسان يدفع دوسي ولا يدفع كذا الوليد والوليد 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 وسيبوغي هو اكيد ما من لا تعرف تدوى سيدي الباساج تدوى سيدي الباساج الدوتر خارج من الجامعة الصغير اكلمنا تطيلوا ديك الفرصة ما نبقوش حنا قال انا قررهم شعري شايب نبقى نتنافس معه واحد مولا 20 سنة نقول له انا لازم نكمل غيلا غيلا حطي النيفرقبر نعطي الفرصة هذا الشاب خري الجامعة نعطيلوا الخبرة نعطيلوا كذا اذا احتاج انتونك كونسيي انتونك مستشار اللهو مبارك وندفعوا بإطاراتنا هذا الناس اللي رمع عندنا الاغ كامين عام للإطارات قال يخري لهم صحيح صحيح طيب الآن مسألة هو عبد الحميد مهري كنا حكينا اللي الخطالي فاتت رحمه الله عندما رحمه الله عندما السئلة في الجزيرة عن منظومة الحكم يعني الجزيرين عندهم جاذبية فكرة التغيير وريد ان نغير فالفكرة جذابة البعض يطرح التغيير في إطالة استمرارية عن حق والبعض عن باطل ولكن الفكرة بطروحة فهو قال يعني حتى ان منظومة الحكم يجب أن ننظر إليها بشكل عام ونحترم التوازنات الداخلية ونرى إن كان هذا التغيير ينساجم مع ثلاثة أمور أولا مع مشروع الصورة التي قامت عليها الجزيرة واستقلت بسببها وثانيا مع مصلحة البلد إن كانت المصلحة تقتضي هذا التغيير أن يكون راديكاليا شاملا أو تغيير طفيف أو وثالثا مع الظروف الحالية أن تقرأ التغيير في ظل الظروف الراهنة وعلى هذا الأساس إذا كان التغييريين ستجمع هذه الشروط الثلاثة يمكن على هذا الأساس أن نغير منظومة الحكمة أولى وهنا كان يحكي أيضا على رقم مهم لأن البارح جريدة للموند تصوروا في عددها أنت غدوة 7 سبتمبر المقال المخصص للانتخابات الرئاسية أنا كنت أنتوقع أن للموند سوف تخص المقال إما لزاويتين وفي النهاية صرت زاوية واحدة سينظرون بصورة نمطية أن الانتخابات هذه ما دور الجيش فيها وهو ما طرح في هذا الموضوع في جريدة للموند أن الجيش وكذا وكأنه يعني السؤال ما الذي يريدونه من هذا الجيش الوطني أن ينسحب تماما ويسحب الجنود وأن يفكك هذا الجيش مثل ما فعلنا في العراق فضاعت الدولة وانهارت مثل ما فعلها في سوريا فأصبح الجيش التركي يعبت والجيش الأمريكي يعبت والجيش مثل ما فعلنا في دول الساحل لأن الذين يريدون إصال فكرة الجيش يوصلونها بطريقة خاطئة إلى المواطن على أساس أن هذا الجيش يتحكم وغير وغير برغم أن النقاش الداخلي مسموع لكن الغرض الخارجي النواية هي التي يجب أن تقرأ أو تفهم ولا ينقشها بأنه إسلامي وسط المترشحين وما الذي يمكن أن يصل إسلامي وكأن العمر غريب أن البلد سوف يتحول يعني أفغانة الجزائر وغيرها رغم أن المرشح الإسلامي في هذه الانتخابات قال أنا وسطي معتدل ولن يخرج عن الدائرة الوطنية كما كان يقول سيميو بلك برنامج واحد وطيار واحد هذه المعطيات يجب أن تتوفر للمواطن سيد ماروك هذه المعطيات هذه المعلومات يجب أن يقرأها المواطن بشكل صحيح أمر الثلاثي في القضية هذه سيقادة تفكرتو بسرعة بسرعة لأن حتى الجيهة اللي تحوس تجيب الناخب أنه يروح للسندوق أدوات الاستماع وآليات الاستماع عند السامع اللي يسمع بي يستقطب لازم تكون عنده متوفرة ما يعطلهاش لأنه ما تقولش هذا أغلبية صامتة لازم تكون عندك آليات الاستقبال بالشكل حتى بس نبقى في الأفكار اللي قلتها يا تكسا عزي خليفة ما رأيك صحيح هذا كلام المرحوم مهري صحيح حقيقة لنقاش في ذلك يعني ظروف تلعب دور قيم نوفمبر قيم الثورة باقية راسية مصلحة البلد والظروف مصلحة العليا البلد قبل كل شيء قبل كل شيء لأن البلد هو هو روح الشعب لا نستطيع أن نفعل شيء في غياب استقرار البلد استقرار سياسي شيء مقدس بدون استقرار سياسي لا تستطيع أن تحقق أي شيء فبالتالي دور الجيش الجيش يلعب دور في ضمان استقرار وأمن البلد وهو العامود الفقري للدولة يذكر بمناسبة أو بدون مناسبة يعني هناك صلاحيات دستورية واضحة وضح الشمس يعني الآن العقدة الضوائر الغربية من الجيوش العربية ومن الجيش الجزائري أن الجيش الوطني هو سليل جيش التحرير يعني هو سليل جيش التحرير الذي قام بثورة عظيمة وحر البلد ثم أن الجيش لعب دور في الاستقلال لعب دور في حماية البلد في التنمية في مشاريع السبعينات إلى غير ذلك ولكن الجيش في فترة معايلة مع التعددية انسحب من الحياة السيسية بشكل هاي حتى ما يقال هنا وهناك لن نسمع إلى الدعاية المغرضة التي تريد أن تضخم من دور المؤسسة بدون يعني مبرر أو بدون يعني فحتى لو فرض أن تخدع للنقاش داخلي وليس لإملاءات خارجية هذا هو السؤال يعني يجب أن يفهم المواطن والشاب صحيح أن المسألة محصورة بين الجزائريين ولهذا ولهذا أول قرار اتخذه بول بريمر الذي حكم سلطة الإتلاف في العراق ما هو حل الجيش وحزم البعث حل الجيش وتعليق الخدمة الوطنية ومصادرة وحل وزارة الدفاع ووزارة النفط شوف يعني الدفاع اللي هو الأمن السيادة العراق والنفط اللي هو الثروة العراق فانهارت الدولة والمشكلة الخطيرة ما هو أن لأسف الشديد عندنا هنا في الجزائر بعض العقول يعني يرددون هذه الأفكار الخطيرة جدا التي تمس بوحد الشعب والجيش يعني فبالتالي نحن الآن هذه ما يكتب في الصحافة الغربية علينا أن أخذه بأنه يعني كتبات لضوائر لا تريد الاستقرار للجزائر الآن وضرب الاستقرار يا أخي هذه حقيقة ليستيعني كلام جوزافي هذه حقيقة وقائع من يحمي البلد تتصور أنت الدولة بدون جيش تتصور بلد بدون جيش من الذي يعطي لأمريكا القوة في العالم من الذي يسمح لأمريكا تهيمن على العالم من الاقتصاد والجيش والاستخبارات روسيا والاستخبارات الاقتصاد لا لكن الآن أمريكا لما تراجعت ما هي القبضة الحديثة في العالم والجيش والاستخبارات والعقوبات على العالم التي يتحرك على العقوبات فكل دول عالم لديها أذرع اقتصاد الجيش الاستخبارات هذا هو العالم طبيعة اعتظام العالمي انت حط مئة قاعدة عسكرية في العالم قواعد وحروب وشركات خاصة وأسلحة وتبيعة في العالم كامل وتأتي تقول في دولة من دول أن الحياة السياسية مهيمة عليها من قبل المؤسسة العسكرية فبالتالي هذا الخطاب انتهى لم يعد يعني أنا في اعتقادي يقرأ أي حد الآن المطلوب المطلوب الآن هو ضرورة وحدة الشعب والجيش كيد واحدة هذه هي لذلك أنا طرح الأفكار على الطاويلة بش المواطن يأخذ فكرة لأنه إذا ضربنا وحدة الجيش وضربنا وحدة الشعب فبالتالي الآن يصبح مسألة التدخل ومسألة انهيار الدولة روح الآن ترد الجيوش في العراق أو رد الجيش في سوريا لهذه كانت من أعظم الجيوش النقطة الأخرى لأخذ قضية التركيز على الجيش هو أن الجيش يلعب دور كبير جدا في الحروب العربية ويلعب دور كبير في صمام الأمان الآن للجزائر شفنا في كورونا كيف كان الطائرات العسكرية تذهب إلى الصين وتأتي باللقاء جي الشعبي جي الشعبي وطني نعم وترسم مساعدات فائرة العسكر ترسم مساعدة بعض الأشقة ينخرط في كل الحملات ينخرط في كل ما يخدم الدولة وبقاء الدولة ثلوج فيضانات حرائق نحن نقول أن الآن الجزائر تواجه تحديات خطيرة وأن وحدة المؤسسة العسكرية ووحدة الشعب والجيش هو صمام الأمان والجيش هو شعبي وطني لأن كل العائلات الجزائرية ممثلة في الجيش صحيح بجمد أو بآخر كل مبناء الشعب كل واحد في عائلته لذلك ليس غريبا عن هذا الوطن والوطن ليس غريبا عنه سيد ميهو تفضل إذا هذه النقطة حول الصورة النمطية التي تحاول بعض الدوائر تقديمها عن الانتخابات تحديدا من يلعب الدور الأساسي فيها والمترشح فلاني كده أنا في الحقيقة يعني عجبوني هذا النقاط ثلاثة التي تكلم عليها سيد مهري رحمه الله ولكن بالنسبة لمشروع الثورة لابد أن نفرق بين مشروع الثورة والشرعية الثورية المستمرة نحن الآن في مرحلة علينا أن نخرج إلى الشرعية العلمية وإلى شرعية الكفاءات وأن لا يكون هذا يعني غطاء تغطى به من أجل دفع الكفاءات بالقوة الدفع المركزية هو الجاذبة المركزية أما بالنسبة فيما يخص ما يتتكلم عنه الصحف العالمية حول الجيش أعتقد أن الأمر بسيط جداً أولاً نحن يجب أن ننشئ ناشئة في المدارس وغيرها بأن هناك والشعب أيضاً بأن هناك مؤسسات يجب المؤسسات سيادية في الدولة يجب الاقتراب منها بلطف فمثلاً مؤسسة الرئاسة ليس من الحكمة أن يتناولها كل شخص بالطريقة التي يريدها كذلك مؤسسة الجيش خاصة في اللحظات الراهنة ثم أنه الأمر ليس صعب باش نفرق باش نعلم الناس بأنه باش نروحوا للموقف الصحيح لازم نعرف نحن عندنا أعداء تقليديين هؤلاء الأعداء التقليديون يوجهون سهمهم إلى جهات معينة يكفي كما يقال أن تتبع جهة السهم لتعرف الحقيقة لتعرف الحقيقة إذن علينا نحن أولاً أن نقوم بعمل توعوي كبير لابد أن نقوم به ليس فقط ابتداء من الآن فما مضى لأنه ما زال عملنا كبير مع المجتمع أن فيه أولاً أن فيه مؤسسات يجب عدم الاقترب منها إلا بالقدر يعني بالقدر اللازم وخاصة مؤسسة الجيش التي هي صمام أمان في الحدود وصمام أمان حتى في الصناعة الآن كذلك المؤسسات السيادية الأخرى بقي أيضاً أن نعلم بأن الإنخراط أحياناً إنخراط العفوي لبعض الشباب في المصارات التي لا تخدم اتجاه الدولة بصفة عامة يجب أن ننبها عليها ونعمل عليها وهذا ما تقوم به ما يجب أن يقوم به المثقفون والسياسيون والنشطاء بصفة عامة والإعلام وإن كان الإعلام التقليدي الآن يواجه طوفاناً من الإعلام غير التقليدي أنت لا تستطيع أن تخاطب الشباب تيك توك وشباب الإنستغرام بنشرات السبعينيات واللون الأبيض والأسود المفردات التي كانت تستعمل في خطابات سابقة وأنت تعرف بأن هذا الشاب لن يسمعك هو لديه مفرداته وقاموسه وخطابه وأنت تهدله بطريقة فهذا أيضاً هذا الخطاب يتحمل مسؤولية العزوف إذا ما بقية تتعلق على نقطة الصورة النماطية والجيش وغيرها حتى نقلها نعلق على واحد النقطة نعلق على واحد النقطة فقط تكلم عن الشرعية الثورية وقال صح أكيد لازم الشرعية العلمية والفكرية أكيد هذه لا يختلف فيها اثنين ولكن نحط واحد النقطة العرق دساس العرق دساس كنقول العرق دساس يفهمني الفاهم إيه مع الشرعية العلمية إيه مع الشرعية الفكرية دايماً كين خلفيات تاريخية اللي جاي من كذا وجاي من كذا وجاي من كذا بالشرعية العلمية ما نحتاجوش أنا كين منابع مني نجيب الوسم ولكن تبقى الشرعية العلمية صح كما رايقول الاخ والشرعية الفكرية لازم نقدموها وكذا 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 هذا امر الامر الثاني يدخل ممكن نتكلمت على نقطة ودات اهمية صح هذه غربالة مسألة الفكرية العلمية لنتو بيحلي الجميع صح فينا غربالة ينا نقطة ينا نقطة بش تكون حوار ما بينتكم هي المطرح شاكة العرق للساس هذه خطير السيد خريفه أنا عادة ألتزم بتنظيمات الحوار لأنه ما عليش هي النقطة هذه من حدث الدخل إلا في الوقت الذي يسمحني فيه المنشط نحن الآن في الحقيقة ندخل عملية التصفية الآن بالنسبة لنا بعد الاستقلال الناس السواسية صحيح أن فيها عرقد الساس ولكنه لا تزير وزيرة وزراء أخرى وانا علم أيضا بأنه اسمح لي هذه مسألة لا اسمح لي خليني نتكلم تفضل تسيميه وصحيح أيضا أنه ونحشرهم يوم القيامة فردة يعني أن الناس يأتوا فردة الآن في المناصب خليني نقوله في المناصب نحن الآن لدينا عدد كبير كان لدينا عدد كبير من المسؤولين لهم جنسيات مختلفة لهم جنسيات فرنسية واكتشفنا بعدها وكانوا يتكلمون باسم الثورة باسم الثورية يعني باسم الشرعية الثورية حبيت نقول بني ما نخليوش هذا يعني بني كي لا يفهم كلامي خطأ ما نخليش هذه هي الشجرة التي تغطي المتسلقين وإلى آخره نقول بني في إطار التنافس ربما فيه مناصب يقتضي القانون أن لا تكون هناك ازدواجية مثلا في الجنسية ولكن بالنسبة لنا نحن الآن أعتقد أنه هناك قضية كفاءات ونتبع صحيح فيما يخص الهوية نحن لدينا اتجاه اتجاه واضح ولكن في الدول المتقدمة بمجرد انخراط الشخص في الوطن على ماضي ولكن يصبح يقوم بنفس عمل يعني يقوم يعمل من أجل الوطن كمثلا إحنا إطاراتنا في كندا وفي فرنسا إلى آخره ينخرطون إنخراط كليا في خدمة الوطن الأم بغض النظر يعني أنا نحن الآن لازم نروح إلى يعني براغماتية ولكن لا يعني هذا طيب شوف هو منفع ذاكرة بما فيه من بما فيه من قضايا حساسة أيضا ضمن أولويات الرئيس القادم ولذلك يجب أن يكون لديه سنة شعبي كبير حتى يفتح هذه الملفات بجرعة شديدة شوف الأخ عليك اللي نتكلم هو عنده قناعة بصح ولكن حتى هو تتكلم عن الجانب الديني وقال غدا لمن موتوا نلقاه الله سبحانه وتعالى في ورادة شح كين في القرآن وكما دم تكلمت لي القرآن نتكلم لك سيدنا إبراهيم من قولي العزب باباه كافر وقال للربي قالوا اغفر له العقد الساس سيدنا نوح وليده كافر دليل نقص هنا اسمح لي ما ليش ما ليش ها خليني نتكلم أنا ريالي فلا أعطي لي هات خليني أعطي لي وجهة يعني الدلالة كم يقولون ما ليش ها خليني نكمل لك ما كان شي لا شي ها خليني نكمل لك لا شي استطيع أن يعلق سيد خليفة ما ليش لا لا خليني نكمل لك طبعا يا طبعا سوف أذكر أني نقول لك الأرقد الساس إحنا ما ليش صح على بالي لا تزير وزيرة وزراء أخرى وكذا ومنا ولكن العلقة تعدمها عندها تأثيرها وإحنا خارجين من ثورة من ثورة عظيمة وعدنا اليوم مجموعة هائلة من أبناء الشهداء وأبناء مجاهدين وأحفاد المجاهدين وأحفاد الشهداء يعني الجزائر ما كاش لقب ما فيهش واحد شهيد أو اثنين أو ثلاثة ولكن يبقى المتسللين اللي يجيك بالشرعية العلمية ولا بالشرعية الثقافية ويقول لك يا ودي هذه الشرعية الثورية خليها لها سمح لي أنا أنا سمح لي على كلين وذلك قناعتي سمح لي إيه الشرعية العلمية وإيه الشرعية الثقافية كما قال الأستاذ ولكن دايما عينا على منين جسي ومنين هو طيب أنا فقط يعني لأن أعتقد أنه أستاذ رياضيات وراء أعطاه مثال مضاد لا يخدمه لا يخدمه لأن أب إبراهيم كافر وإبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام مؤمن وبالتالي سيدنا إبراهيم أستاذ قال ادعى ربي بشي يغفر الرب قال له سأدعو لك ربي وبعد الله سبحانه وتعالى جاوب سيدنا إبراهيم قال له إنه ليس من أهلك كما قال سيدنا نوح ادعى لوليده بهيرك فلفلوك قال له يا نوح وليدك هذا ليس من أهلك تفرى منه وبالتالي أنا كي نقول لك العرق دي السياس أنا عارف شاني نقول ركز يا أستاذ ركز معي ركز معي ركز معي شوف نحن نتكلم أنا شخصيا نتكلم قليلا معرف عني نتكلم سيدنا إبراهيم كافر ابنه مؤمن انتهى نقاش مالزي مش نفتح كثير مجال النقاش يعني سيدنا إبراهيم ماذا عفوا سيدنا إبراهيم مؤمن مؤمن عفوا سيدنا إبراهيم مؤمن أبوه كافر لو كان العرق الدساس لو كان العرق الدساس بالطريقة التي طرها أنت لكان سيدنا إبراهيم كافر طيب طيب دعنا من هذا يا جماعة دعنا من هذا هذا موضوع موش يا جماعة أنا أنا نقش الأمثل أنا ما أفهمه أنكم متفقان على أنه لا يجوز استعمال الشرعية الثورية للحديث باسم الوطني وإخفاء المتسلقين الذين استخدموا هذا الخطاب الرنان للإبقاء على المنافع ولا تكون الشرعية العلمية والتقافية مبررة للمتسللين الذين لا نريد للبلد أن يضيع فرص أخرى حتى لا يضيع البلد بين المتسلقين والمتسللين خلاص نقطة إلى السرط الآن تكملوا اقتصادي بالنسبة للجيش الوطني الشعبي تكلم الأخ ماروكا للجيش والأطراف المعادية للجزائر تريد إقحام الجيش الوطني الشعبي في كل مناسبة يتجبدوا هذا الأنستوانا ولكن هذا الأنستوانا خلاص صبحت ما عندهاش معنى ومصبحت الناس أنا نروح لك أبعد من هذا في الجانب الاقتصادي الجيش الوطني الشعبي اليوم أصبح مدرسة أصبح يكون إطارات كفاءات عليا في جميع الإختصاصات ينديروا يسيروا دي بريقاد يسيروا دي كمباني يسيروا كذا كذا يخرجوا ممكن يخرجوا في سن يقدر يقدر مور الخروج يقدر يزيد يمد يعني سنوات معدودة أنا من الناس اللي يقترح أن هلك يعني الدولة صرفت عليه أموال صرفت عليه أموال بارجاته هذك الانضباط وهذك المعلومات وهذك التكوين باش ما يروحناش يعطينا ذيك الخبرة وهذك الانضباط في التسيير وكذا وكذا يقدر يندير في ضمن على رأس مؤسسات هامة هذا مرسوم وقع وهذا شيء إيجابي وهذا شيء إيجابي لأنه كانت تروح إحنا نخسره من الخزينة العمومية على هذه الإطارات كفاءات يخرجوا عليك بالمدرسة تخرج لك إطارات يعني في مختلف في مختلف الاختصاصات ونس بخبرة وبالتزان هو النقاش حول تولية المناصب هذه لكفاءات متخرجة من المؤسسة العسكرية من الجيش أو للمدنيين هي النقاش عندما يبقى محصورا في الداخل فهذا نقاش طبيعي وموضوع طبيعي نعم الحل نتاعه هو أن تعطي المنصب للكفاءة للكفاءة سواء هذه الكفاءة كانت جاية من هذه المؤسسة أو من هذه المسألة أنا التي طرحتها وتمثل خطرا عندما يستغل هذا الأمر يعني يؤخذ فقط جزء هذا السبا للتحجج بأن الدولة والجيش يسيطر وكذا وكذا ومحاولة التأثير على الشباب تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك أموال ترصد وصفحات ومواقع وبرامج لمحاولة تغيير علاقة الانتماء تحديدا في علاقة الوطن بمؤسسة الجيش وهذا هو الخطر عندما يصبح التنائية هي تنائية عدائية فهذا غير صحيح من المفروض أن هذا الجيش قلنا أنه جيش وطني شعبي وبالتالي مختلف وهو ينخرط في حملات التضامن وغيره وغيره النقاش السياسي حاجة أما محاولة إحداث جدار ما بين الطرفين أو محاولة تخلق عداوة فهذا هو الخطر الحقيقي من يقرأ الصحافة الغربية أو معظمها يعني يحس بأن هناك إرادة للذهاب نحو هذا السيناريو وهذا هو الخطر تكلم الأخ ماروك على دور الجيش الآن دستوريا مهام ووضحة الآن صبحت كل العمليات السياسية الجيش الوطني الشعبي بعيد على العمل السياسي طيب الآن ولكن يراقب استقرار أمن البلاد طيب هنا فقط نغلق الموناك حتى نذهب لموضع آخر هناك جهات معادية للجيش الوطني في بلادنا معادية بدراسات وخطابات وتأثيرات ورسائل ومستعد حرب كبيرة على مؤسسة العسكرية لأن ضرب المؤسسة العسكرية هو ضرب للشعب الجزائري والدولة الجزائري فبنتين ننتبه وحذاري نقول حذاري ثم حذاري لهذه الخطابات المسمومة التي تشكل خطر على كل الدولة وعلى كل الشعب الجزائري لأنه سيأتي يوم لا ينفع فيه الندم لا ينفع فيه ماذا؟ الندم صحي خاصة خاصة في بلد مثل الجزائر قار تحتاج إلى جيش قوي وما حققه الجيش يعني الآن من مراتف القوة على مستوى الإفريقي وعلى مستوى العالمي هذا أيضا يثير قلق الكثير من القوى المعادية طيب فبالتالي ننتبه وهذه الدول التي تعطي لنا الدروس علينا أن نرجع إلى كم تنفقية عسكري على مزايد دفاع انتحار بالمراير صحي في قانون المالي الأخير لما دولة حجزة مبلغ كبير في قانون المالية نعم على الجيش الوطني شامع أقعدوا يعني داروا 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 في القنوات كلها على المبلغات ونام بعد رحشت مقارنة بقوانين المالية نعم في إنجليطرا وفي أمريكا وفي الدول الكبيرة حزبه يعني مبلغ باهظة للجيش تحم لأنها كما كنت تقول الجيش هو الصمام الأمان طيب إخام الدولة أنا لدي تريد أن تعلق تفضل أنا لدي تصور آخر نحو العملية يختلف إحنا لدينا إطارات من الجامعات أيضا لهم كفاءات كبيرة صحيح أنه هذا القانون نحن الآن لسنا بصدد مناقشته صحتها وعدم صحته ولكن نستطيع هذه الإطارات إطارات الجيش أن تقوم بالجانب التنظيمي الإداري ولكن بالنسبة لنا نعتقد أن الإطارات سواء كانت في الجيش أو غيرها فهي في النهاية ربما لها نفس الكفاءات معداء في الجانب التنظيمي في الجانب الالتزام في الجانب الوقت العمل ربما في هذا لأنه إحنا بعد رح نوقع في جدلية ربما بعد مستقبل ما نقدرش نحلها أنه مع قلة الوظائف أنت تروح للشركات تلقى رجال الأمن هم المتقاعدين من الجيش وتروح يعني رجال الأمن يعني الأمن أنت على المؤسسات تلقاهم من المتقاعدين الجيش أيضا وظيفة ثانية ونحتاجوا هذه الوظائف وتروح للتسير تلقاهم أيضا من الأطارات القديمة من الجيش ولكن هذا لا يعني أننا ضد إطار آخر قانوني مساعد موازي بصغة أخرى طيب سيد ميهوب أنتم درتوا دراسة حول أولويات الرئيس القادم ممكن تلخص لنا سريعا حول أهم الأولويات شوف إحنا صحيح إحنا إحنا في لقاء في ندوة ثلاثة أوت بقصر المعارض كنا استدعينا وزراء السابقين ولات خبراء ويعني وإطارات أيضا ودرنا الندوة وبعدها خرجنا بمقترحات الندوة كانت موسومة بأولويات العهداء الرئاسية القادمة من منظور النخبة والكفاءة الجزائرية أول شيء كنا تكلمنا عن الانتخابات الرئاسية يعني بعد المناقشة كانت التوصيات التالية التي قدمناها كما قلت لكم إلى المرشحين ثلاثة كان آخرها الأسبوع الماضي بالنسبة لمداومة المرشح يوسف أوشيش أولا اعتبار الانتخابات الرئاسية القادمة ذات أهمية حيوية واستراتيجية تستدعي المشاركة الفعالة للنخاب الكفاءات وقد عملت نخابنا أيضا على مواكبة العملية الانتخابية العملية يعني السياسية مع مرشحين حسب الله الفصل النهائي في النموذج الاقتصادي ونحن لقنا فيها مشكلة أنه لا يوجد هناك النموذج واضح جزائري اقتصادي وبالتالي نقدر يعني تبنى عليه حتى دراساتنا لأنه لا تستطيع أنت بني دراسة نحن بني دراسة في حالة ما كان هذا النموذج هذه الدراسة وفي حالة ما تبع هذا النموذج نحن الآن ما زال النموذج يعني يحتاج إلى توضيح أكثر تعزيز دور ومكانة المجتمع المدني في العهدة القادمة واستكمال عملية التكفل بحاملية الدكتورة والبطالين ومرافقة المشاريع الناشئة أيضا طبعا هما 13 حماية الشباب من الحملة الممنهجة من الخارج الموجهة الرامية لهذر طاقته وإغراقه في أفتن بعض المخدرات كملاحظة فقط أن معظم هذه يعني للدرناء يعني هذه التوصيات كنا قد أجرينا عليها دراسات وندوات وجامعة صيفية إلى آخره واستخلصنا هذه مختصرة ثم استكمال مصار الصيرفة الإسلامية وتوفير جميع الظروف لإنجاحها مع تفعيل الاستثمار المنتج والمربح في الوقف الإسلامي وضرورة التنشيط وتفعيل دور المؤسسات الاستشرافية وعقلان تسيرها بشرين وماليين ولوجستين وقنا مثلا مشكلة كملاحظة فقط قلنا قلنا مثلا من غير المعقول أن يكون منصب الرئاسة كرئيس للجمهورية له مستشارين اقتصاديين وسياسين وسراتيجيين في حين أنه لا يوجد مثلا لدى الوالي مستشارين فيعمل يعني يعمل بدون مستشارين وارطائنا أيضا أن يكون ربما حتى لرؤساء البلدية لم لا لأنه الانتخابات أحيانا يعني تجيب لنا أي شخص آخر يحتاج إلى مستشارين لدراسات استراتيجية لعدم إعادة مشاريع في كل مرة واستنفاذ توظيف طاقاتنا ومقدوراتنا الوطنية الطبيعية والبشرية بما يجعلنا دولة فاعلة في المشهد الجيوستراتيجي الإقليمي والدولي مستقبلا ضبط المعطى الاقتصادي بشكل منسجم ممتد بين مختلف قطاعات النشاط وجعله متاحا كمعلومات وآليات لكل المعنيين في القطاع في الحقيقة نحتاج إلى بنوك معلومات أظن أن الآن فيه اتجاه نحو بنوك معلومات خاصة بالنسبة للتغذية